صباح الخير عليكم مشاهدين او اهلا بيكم عينا وحلقة جديدة من مصر جميلة النهاردة يوم السبت هنكون معاكم من دلوقتي والمدة ساعة طبعا زي ما انتوا عارفين بيبقى عندنا فقرات كتيرة ولكن قبل ما ابدأ ونتكلم عندنا النهاردة اصبح على حياتنا زكي حياتنا زكي ميادة صباح الخير مشاهدينها الكرام يوم جديد يوم جميل بفضل الله نبتدي دايما زي ما احنا متعودين احنا احمد ربنا على كل نعم وخصوصا الصحة والسدر نبتدي النهاردة عندنا بالاخبار نبتدي اول خبر معنا عندنا اخبارنا طبعا حالا بس سلبس لك النظر حيات اول خبر معنا عن سيادة الرئيس وطبعا دايما بيكون فيه متابعة الاهم التطورات على ارض الواقع من مشاريع جديدة الخبر بيقول تفقد السيد الرئيس عبدالفتح السيسي يوم الجمعة سير الاعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الاول ومطور القاهرة مرورا بمحطة النقل الجماعي الجديدة وكذلك مناطق مساكن شارتون طريق السعقة والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط احياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة بما يخفف الضغط على طريق القاهرة السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات كما تفقد السيد الرئيس أعمال التوسع ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس وقد تابع السيد الرئيس مع المسؤولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وصير العمل مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة أخذا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحرقة المرورية بمناطق الكاهرة القبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي كما توقف السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجتهم طبعا خبر تاني عن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون الخبر بيقول تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال اللجان العلمية ومجالس الأبحاث القومية بدراسة ومتابعة متحور فيروس كورونا أوميكرون الحقيقة هو الوزارة الصحة دايما بتتابع كل ما هو جديد فيه أو الخاص بفيروس كورونا ويمكن بتشدد كمان على الإجراءات الاحترازية في منافذ الوصول للبلاد البرية والبحرية والجوية وفي الحجر الصحي لتقليل احتمالات الدخول إلى حالات المصابة بالمتحور الجديد اللي اسمه أوميكرون تم زيادة أعداد فحوصات المسح الجيني للعينات الإيجابية لسرعة الكشف عن أي متحورات لم يتم اكتشاف أي حالة مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن بتتوفر معظم أنواع اللقاحات في مصر من خلال مراكز تلقي اللقاحات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وبتؤكد على ضرورة الانتزام بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتنظيف الأيدي باستمرار طبعا وفقا لموقع وزارة الصحة الأعداد الجديدة الحالات الجديدة وصلت إلى 933 حالة وحالات الوفيات الجديدة وصلت إلى 49 حالة هيا زينا أكد بس من الحد دلوقتي الحمد لله بفضل الله ما عندناش أي حالة من أوميكرون لكن وارد أنه ممكن يجي يعني فإحنا عاملين حساباتنا وكل يعني الوزارة الصحة ما اللي بتقوله يا جماعة أيا كان المسمى أيا كان الفيروس نلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي احنا متعودين عليها وربنا بإذن الله ينجينا وهتعدي ويعمل على الراس طبول يعني قبل كده ما يعني إحنا الإحتياط واجب يعني ونعمل إحتياطاتنا ونبقى مستعدين وإن شاء الله تعدي على خير خبر تاني موجود معنا يا حاتم عن بلدنا يعني بيدعو إلى الفخ مصر قفزت من المركز السادس مصر كانت في المركز السادس في عام 2014 وبقت في المركز الأول 2021 وده في قائمة أفضل دول إفريقية في الاستثمارات نشر الخبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن إنفجرافات تسلط الدوق على جاذبية مصر الاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات القادمة بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تدعيات أزمة كورونا ورصدت تقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كان نسبة منها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% عام 2021 و22 و2.5% عام 2022 و23 و9% عام 2023 و24 و3% عام 2024 و25 التقرير أظهر أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الأفريقية خلال عام 2020 حيث استحوزت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الأفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار وذلك وفقاً للأنكتاند وأشار التقرير إلى مكانة مصر في مؤشر راند ميرشنت مبيناً أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017 واستعرض التقرير أفضل عشر وجهات جاذبة للاستثمارات في أفريقيا عام 2020 وفقاً للمؤشرات بانك راند ميرشنت وحيث وجاءت مصر في المركز الأول تلاتها المغرب وجنوب أفريقيا أورواندا وبوتسوانا وغانا وموريشوس وسحل عاجو كينيا وتنزانيا عايزين نقول سريعاً كده أن حالة الجو يا جماعة بين أو أن هي غير مستقرة إحنا مش عارفين نلبس إيه نصيف ولا نشتي ولا ندفل الشباك ولا نفتحه آه بالظفت يعني يعني الصبح ممكن تلاقي الواحد لابس صيفي وبعدين على بالليل نلبس خفيف فطبعاً التوقعات في الفترة اللي جاية عموماً يعني أنه برضو الجو حيكون غير مستقرة في الفترة اللي جاية عشان كده نخلي بالنا زي ما بنقول كده ممكن نلبس خفيف بس دايماً تكون معانا الجاكت في العربية هاندي كده نقدر على طول لو حسنا ببرد نلبس على طول أكي إحنا طبعاً في التلاجة أنا وحتم دلوقتي ولكن يعني عموماً نحاول نأمن نفسنا علشان نزلات البرد والحساسية كمان طيب خلينا نخش على حلقتنا النهاردة طبعاً إحنا عندنا فخرتين وزي ما إحنا متقاعدين في مصر جميلة دايماً بنحاول إن إحنا ندعو إلى التفاؤل والبهجة والسرور نهاردة عندنا فقرة جميلة نكلم مع بعض عن جمهورية مصر الجديدة الجمهورية الجديدة أرض الحضارات وفتتاحات ومزارات واكتشافات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وقد إيه وصلت رسائل كتير للعالم كله عن بلدنا الجميلة وقد إيه بلدنا عظيمة وكبيرة وجميلة ضفنا دكتور مصطفى عطلة أستاذ الأثار بعمية القاهرة يكون معنا في هذه الفقرة وتكلم معنا أكتر عن هذا الموضوع بإذن الله طبعاً الخبر أو الفقرة التانية عفواً هتكون عن موضوع يمكن اتكلمنا وبنتكلم عليه دايماً وهي التنمية المستدامة وطبعاً زي ما قولنا إنه التغيرات المناخية دايماً 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 لا التحدي الأكبر في الفترة الأخيرة بنشوف تغيرات كتيرة جداً وليها تأثير على الحياة الاقتصادية على حاجات كتيرة وبتضع تحديات كتيرة جداً أمام الدول في تحقيق أهدافها وده طبعاً هيكون موضوعنا في الفقرة التانية عن التغيرات المناخية والتنمية المستدامة ونقاط كتيرة جداً مهم ما هنتكلم فيها مع ضفنا اللي بننورنا دكتور فوزي يونس أستاذ وباحث بمركز بحوث السحراء وحيكون معنا في الفقرة التانية نطلع فاصل؟ نطلع فاصل نشرب شاي وناكل ونفطر ونرجع نتكلم سواء مع أول فقرة من فقراتنا خليكم معنا الحقيقة زي ما قلنا الأسبوع اللي فات يعني احتفاليات زي احتفالية إعادة اكتشاف طريق الكباش وموكب نقل الموميوات حدثين الحقيقة حيخلونا عايشين حالة كده من الفخر حالة من الجمال مصر نقلتنا نقلة تانية وزي ما شفنا في التقرير كان فيه اهتمام كبير جداً من وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم بيتكلموا عن الموضوع إن هو مش بس نقلة حضرية ولكن إن مصر أبهرت العالم من خلال الاحتفاليتين ولسه كمان عندنا افتتاح المتحف الكبير فطبعاً الموضوع ده لما بيتكلم عليه أساتيزة التاريخ بيكون عندهم بقى الخلفية التاريخية وأيضاً كمان رؤيتهم ليه الحدث زي ما بيتم بالإبهار الكبير اللي تم بيه النهاردة حنتكلم على الافتتاحات دي وكمان الافتتاحات المنتظرة مع ضيفنا اللي بينوارنا فيه الستوديو أستاذ مصطفى عطلة أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة صباح الخير يا دكتور إزاي حضرتك صباح الخير أهلاً مصطفى دكتور مصطفى يعني قد إيه بلدنا عظيمة وقد إيه بلدنا كبيرة وقد إيه بلدنا بتدعو إلى الفخر يمكن أجدادنا عملوا الحضارة وعجبتني قوي الجملة اللي بتتقال على السوشال ميديا بقالها فترة إن مصر جات وجيه بعدها التاريخ فهل الكلمة دي أو الجملة دي بتعبر على اللي إحنا فيه خصوصاً إن إحنا بنكمل حضارة أجدادنا وبنبني كمان حضارة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم أولاً بصبع لحضاراتكم وعلى السادة المشاهدين وطبعاً يعني الحضارة المصرية القديمة بتعتبر من أقدم الحضارات على وجه الأرض قاطبة ومن أعظمها على الإطلاق مش قديمة بس لا هي حضارة عظيمة أيضاً اللي أنا عايز أقوله في البداية إن إحنا عندنا آثار من هذه الحضارة ترجع إلى 2.6 مليون سنة بس الموضوع ما يخدناش ونقول إنه حضارتنا عمرها 2.6 مليون سنة لكن عندنا آثار بترجع إلى هذا التوقيت حضارة الحضارة بتاعتنا بترجع ليس إلى 7.000 سنة ولكن إلى 8.000 سنة على الأقل ده من خلال الدراسات اللي تمت وأغلب الدراسات اللي تمت ده دراسات من قبل الأجانب فهي الحضارة ممتدة والحضارة عظيمة وكل ما لنا ما احنا بنكتشف كل يوم مدى عظمة هذه الحضارة ومدى ثقل مصر من الناحية الأثرية والتاريخية لأن ما لا ماضية لهم لا حاضرة لهم وبالتالي لا مستقبل لهم احنا نبدأ بالكلمات دي طب حضرتك شفت يعني لو عضوا في اللجنة العلمية المنطقة بإعداد سيناريو العرض المتحفي لمتحف الحضارة المصرية اللي تم فيه هذا الموكب طبعاً فيه قصة فيه عبارة عن قصة متنوعة من البداية إلى النهاية طبعاً موكب المميوات زي ما حك تفضلت أنت قلت كلمة في النص حلو قوي أنه هم دول الناس اللي عملوا هذه الحضارة نحن عندنا أثمن اكتشاف هو أن تكتشف ممياء أو يكتشف بقايا ممياء أو يكتشف عظام زي الهياكل مثلاً يعني لم يحافظ عليها الزمن أو لم تحافظ عليها التربة فده اكتشاف مهم جداً أنه هو ده الإنسان اللي عمل الحضارة ما بلنا بالملك الذي كان يحكم هذه الدولة التي نفذت وعملت هذه الحضارة اللي هم الفراين الملوك المصري المقدمة اللي هي المميوات المميوات طبعاً كانت موجودة في المتحف المصري ومن خلال سيناريو العرض المتحفي تقرر نقل هذه المميوات وإخراجها إلى حيز هي طبعاً يعني خارجها إلى حيز الضوء لكن إخراجها إلى حيز الضوء أوسع وأقوى لإبهار العالم وبطريقة زي ما حكت فضلتي بطريقة حديثة اللمسات اللي تم بيها موكب المميوات حقيقةً يعني كانت تفوق الوصف زي ما حضراتكم تابعته والدينة وكلها تابعت يعني إحنا في معلش أنا هسوق المثال ده في النص في مطشط الكورن مهمة جداً بتلاقي شارع فضية جميل جداً أن الشارع كانت فضية أثناء هذا الحدث كله منتظر وكله بيقول يا الحضارة دي حضارتي أنا يعني أعتقد كله كان عايزي يعني يخش جوه التليفزيون أنا مصري أنا مصري دي الحضارة ودول هم الملوك بتوع الحضارة بتاعتي فهو طبعاً خرج على أعلى وأرقى مستوى علمي ثقافي تنفيذي على مستوى العالم أبهر بالفعل العالم كله زي ما احنا شفنا بالحضارة المصرية القديمة وبكيفية إخراجها حالياً بالحضارة المصرية الحديثة دكتور مصطفى يمكن احنا في هذا المنبر الإعلامي من منابر الإعلام المصري في برنامج مصر جميلة من زمان من 4-5 سنين كنا بننتقد دايماً إن السياحة ما بتعرفش تعمل ماركتينج المطلوب عشان خاطر نوصل للعالم النهاردة والسنة دي والسنة اللي فاتوا اللي قابليها عملين بنتكلم على عظمة الماركتينج المصري للسياحة واستخدام التكنولوجي واستخدام كل ما هو جديد في إبهار وكلمة إبهار دي مهمة جداً مش لمجرد أن أنا وصل بس إحنا بنعمل إيه جميع المجالات في جميع طرق التسويق زي ما بيقول كتاب التسويق وفتحنا حاجات تانية غير كتاب التسويق كمان شايف رد الفعل العالمي عامل إزاي؟ خصوصاً الميديا والسوشال ميديا الأجنبية كنا ستتكلمة أنا وما إيها وعملنا حلقة قبل كده عن ردود أفعال الميديا الأجنبية وانبهارها تاني انبهارها باللي إحنا عملناه طبعاً قبل ما أبدأ الحديث يعني كان فيه تقرير فالتقرير دو يتضمن بالفعل قد إيه الميديا الأجنبية انبهرت بالأحداث مش مش الحدث ده بس الأحداث المختلفة اللي فيه حاجات كتيرة جداً اتعاملت زي ما حضراتكم معرفين ودي طبعاً بيكون من خلال التسويق الداخلي اللي احنا عملناه من خلال هذه الاحتفالات من خلال هذه المشروعات من خلال التنفيذ بتاعها فدي طبعاً بتبهر العالم الحضارة المصرية القديمة في حد ذاتها إبهار وإخراجها وتسويقها بهذه الطريقة هو إبهارهم من نوع آخر خاصة أن احنا كانت عندنا فترة فيها ركود سياحي واضح بعد 2011 والحضارة بتعلن عن نفسها لكن احنا لازم نسوقها بطريقة تانية عشان نجيب السياح مرة تانية نعمل جذب سياحي جذب سياحي بطريقة أخرى وساعدنا على كده المشاريع اللي هي أولها طبعاً مدحف الحضارة الاكتشافات الأثرية المذهلة زي مثلاً خبيهة العساسيف والاكتشافات الأثرية اللي هي ما زالت بتتم حالياً على أرض مصر مصر طبعاً يعني في مختلف أرجاءها بتسبح على بركة من الآثار ومش عايزين ندي نسب اللي طلع قليل بالنسبة اللي هو موجود بطريقة الأرض طبعاً كتير كتير جداً لأن دي حضارة شعب كاملة متكملة دولة دولة ممتدة زي ما نقولت إلى أكتر من 8000 سنة فالتصويق أنا شايف طبعاً يعني التصويق كان إيجابي وده بيدل عليه رد فعل الصحافة العالمية والإعلام العالمي على كل هذه الخطوات التي تمت في هذه المشاريع المختلفة إحنا شايفين تلوقتي على الشاشة أجزاء من احتفالات الأخيرة اللي هي عادة اكتشاف طريق كداش والعظمة في التصوير والعظمة في إخراج الحدث دي ما شفناه بشكل غير عادي الإضاءة واختيار الألوان واختيار الملابس والاحتفالية نفسها كان فيها عظمة كده الواحد وهو بيتفرق كان حاسس أن الحاجة بتتكلم يعني القصار بتتكلم مش محتاجة حد يتكلم عنها تحسد القصر أنه مصري ده أكيد يعني مش بس كده وحبينا الحاجة من جديد وحسنا أن إحنا نفسنا فعلاً زي ما حادتك تقول أن إحنا مصريين حادتك برضو شفت اليوم ده ازاي يعني كباحث بقى في التاريخ وعندك الخلفية التاريخية هو إحنا أنا بس حطيني كأستاذ أفر وأستاذ أفر ده موضوع تاني على فكرة ده ده كمان لأن الأفر هي اللي بتطلع التاريخ يعني ده الباشن بتاعك أو العشق بتاعك بقى والشغل طبعاً أكيد هو طبعاً يعني لحسن الحظ أنا كنت في الأقصر في مهمة تابع اللجنة دائماً للأفر المصرية لتفقد بعد مواقع البعاثات الأجنبية في لجنة أنا كنت مشهر في رئاستها فاروحت طريق الكيباش حالتك روحت وهو خلصان ولا أبنى كان في مراحل الإعداد يعني قبيل المراحل النهائية بصراحة يعني أنا لما شفت في التليفزيون الطريقة العرد بيها طريق الكيباش أنا شخصياً انبهرت وانتضاد طريقاً كنت فيه أول مبارح أو من عدة أيام يعني لا طبعاً هو الموكب أو الاحتفالية اطلعت بأسلوب في منتهى الرقي كان فيه كتيبة من العلماء والباحثين والمنفذين والمصممين فأطلع بصورة راقية جداً 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 زي ما تقولي زي ما أحاك ويتفدرت وقلتي يعني الحجر هيتكلم أو تكلم بالفعل بالفعل طريق الكيباش طبعاً من الطرق المهمة جداً زي لك إنه أنا بشبهه بحرس شرف بيصطف لأنه ده بيربط بين أهم معبدين في الدولة الحديثة هو معبد الأقصر وكله هما موجود في الأقصر ومعبد أمون أو معابد أمون في الكرنك فده يعني حرس شرف بيصطف عشان المواكب الداخلة إلى ده قديماً إلى هذه المعابد وبيوصل بين المعقلين وكل المعقلين كانوا معقلين للإله أمور رع إله الدولة الرسمي والرئيسي في فترة الدولة الحديثة ومتلها فده من أشهر آلهة مصر القديمة وطريق الكيباش بيعد جزء لا يتجزأ معماري وفني وأثري وديني بيربط بين المعبدين وهو طبعاً له ثلاث مراحل أو ثلاث طرق بتوصل لبعضها البعض مرة بيلاقيه برأس كبش ومرة بيلاقيه بجسم كبش كامل رأس كبش وجسم كبش مرة بيلاقيه برأس على هاية أبو الهول كاملاً هو طبعاً معروف إعلامياً بطريق الكيباش لكنه جزء منه طريق أبو الهول اللي احنا عارفينه بجسم أسد ورأس آدم صحيح دكتور مصطفى يعني شايف إزاي اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بالمتاحف والمعابد والحاجات والأثار بتاعيتنا خصوصاً إحنا عندنا كذا متحف تم فتحه أخيراً في الشهر من الشيخ وكفر الشيخ والمعكبات يعني خليناً وزي ما أنت عايز تقول بسلام شاء الله يعني واهتمام السيد الرئيس دايماً بالتواجد والحرص إنه بقى متواجد في هذا الحدث أعتقد بيبقى ليه مردود وليه رسالة للعالم كله وكمان اهتمام الوزارات كلها مش بوزارة الأثار أو السياحة فقط لا دا كل الوزارات كان ليهم دور فإن الأحداث دي بتطلع بشكل يبهر العالم بالقطع بلا شك طبعاً فيه تمام واضح جداً من أجهزة الدولة بهذه المتاحف احنا عندنا متاحف إقليمية كتير جداً وفتتحت يمكن برضو يعني مش كل الناس بتعرف عنها لأن فيه متاحف أشهر زي متحف الحضارة وجاهد لنا كمان متحف مصر الجديد أو الكبير فده بيغطي على الأحدث لكن فيه متاحف إقليمية فتتحت كتير جداً منها متحف كفر الشيخ منها متحف شرم الشيخ ومتاحف إقليمية كتيراً علشان دي كمان يعني حتى لو لم تتم زيارة المتاحف الإقليمية دي لأن فيها حاجات أكبر هتغبط عليها بالنسبة للسائحين الأجانب لازم أهل المنطقة يعرفوا التاريخ بتاعهم ده مهم جداً يعني أهل الشرقية يعرفوا عن طريق المتحف اللي هو معروض ويزوروه أهل الغربية وشرم الشيخ شرم الشيخ طبعاً متحف مهم جداً في منطقة حساسة جداً من مصر فلازم يتعمل مثل هذا المتحف متحف الغرداء متحف كفر الشيخ وكلها دي لو احنا بصنا لها من ناحية الأفرية بنلاقي فيها جذور الحضارة المصرية القديمة يعني عندنا متحف كفر الشيخ اللي هو أفتوتح وما زال طبعاً في بعض الشغل اللي بيتم زي إعداد الكاتولوج وكذا 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 ده في أصل الحضارة المصرية في أقدم عاصمة هناك لمصر الخديمة بصرف النظر عن منفوطيبة لا أقدم العواصم بوتو أو تل الفراعين في هذه المنطقة فالمتحف دي يعني كمان يعني لازم تتعمل ولازم تفتتح عشان تفهم الناس على الأقل في أقالمهم بأهمية منطقتهم والدور الذي كانت تلعبهم في الحضارة المصرية القديمة بصفة عامة طب دكتور يعني أنا كمصرية وبحب بلدي جداً كان لي الحظ أن أنا من قريب يعني للأسف دي حاجة أنا نفسي أقول لكل شبابنا ولانا لازم تنزلوا وتتفرجوا على المعالم التاريخية لبلدكم أنا من قريب جداً رحت مع بنتي زيارة للمتحف المصري اللي موجود في التحرير أنا بالنسبة لي كان مش انبهارت يعني أنا كنت ماشية عمالة تفرج بفخر وانبهار وحس أنه هو حاجة عظيمة جداً لما يقولوا لي بقى أنه هيبقى فيه متحف مصري كبير يعني بالنسبة لي بتواضعي حاسة أن ده كبير وفخم جداً المتحف الكبير ده أكيد هيبقى حاجة غير عادية فارد تكلمنا عن الجديد بقى اللي حيكون موجود في المتحف المصري الكبير ولأن طبعاً بدأ يكون فيه كلام أو دعاية مسبقاً مسبقاً للحدث إن هو هيكون بقى الحدث الأكبر والأضخم على مستوى العالم في افتراحه إن شاء الله فأقول لي إيه الجديد اللي هيكون في المتحف ده تماماً قبل ما أقول إيه الجديد أقول إيه هو متحف التحرير في الأول كنا بنقول المتحف المصري معروف أنه متحف التحرير لكن دلوقتي لازم نقول متحف التحرير عندنا الحضارة وعندنا المتحف الكبير حاكم بهرت بالمتحف المصري اللي هو في التحرير لأن المتحف ده يعني غيره المتخصين اللي هو ما يعرفهوش أكبر متحف للأعثار المصرية على مستوى العالم ليس متحف زيه وبالتالي لما أزمع أوتا من أهم الأعثار المصرية القديمة وهي مجموعة الملك توتعاً خامو زي ما احنا قلنا في اللقاءات تلفزيونية سابقة أن الملك دوت كان ملك صغير يعني طوال العرش تقريباً وهو سنه تسع سنين وماته هو سنه تسعتاشر وقابتنا الصدفة إلى الكشف عن مقبرته سليمة الصدفة الوحدة يعني لو كانت المقبرة دي تسرعت كان بقت زي غيرها من مقابره ده ملك صغير ومقبرة كمان صغيرة لم يكن ما كان لهذا الملك أن يزيع صيتوه بين العالمين كما ذا لكن الصدفة فقدتنا الاكتشاف مقبرة سليمة لما شفنا مقبرة سليمة عرفنا قد اي احنا افتقدنا وفقدنا العديد من الأعثار المصرية القديمة يعني توتعاً خامون ملك صغير وكان ملك هامشي اللي شهرته مقبرة ما بنى ببطل الحرب في مصر القديمة حطنس الثالث ما بنى بخوفه الذي بنى احدى معجزات الدنيا السبعة ما بنى ما بنى ما بنى برامسيس الثاني مثلاً اللي بيقال عنه ان هو ممكن يكون فرعون موسى ما بنى بالملوك دول طيب اذا كان ملك صغير اللي اين عنده الاثار دي طيب الملوك دول اللي احنا لانهم اثار كان هيبة ايه الحال فين المتاحف اللي هتستوعب مثل هذه الاثار فالمتحف الكبير هيتشرف بعرض هذه المجموعة وكفاه شرفاً بعرض هذه المجموعة والموقع بتاعه كمان ده بيطل على الاهرامات على طول ده انت في قلب المنطقة الاثارية وهتدار العملية ببانوراما فنية اثرية علمية رائعة وزي ما حك تفضلت انه الاكبر هو اللي جاي بالفعل قد يكون افتتاح المتحف الكبير اقوى من كل الافتتاحات التي سبقت وده بيدينا امل انه اللي جاي اكبر واللي جاي اقوى واللي جاي اهم مع الكبير ومع غير بإذن الله دكتور مصطفى يعني 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 شوية الزمان الصوت والدق كان بيبهرنا فما بقى لك بقى اللي احنا منشوفوا اليومين دولا اقول الاسف احنا لو عايزين نتكلم عن وضوع الاسر والجد احنا اقول الاسف احنا عايزين لنا حلقات وحلقات يعني فحيك تشرفنا تاني ان شاء الله ونتكلم تاني وتالت ورابع ونعيش مع اجواء مصر الجميلة دايما شكراً جزيلاً منشكر حررتك يا دكتور جداً اقولتك عندنا الفكرة اللي جاي بقى ايوا مصر بتتحضر للاخضر التنمية المستدامة اجندة مصر عشرين تلاتين كلام كتير عاملين بنسمعه بقى انه يمكن فترة طويلة هنتكلم فيه اكتر وتكلمنا فيه قبل كده هنتكلم تاني عشان نعرف يعني ايه الاجندة بتاعتنا اللي هي عشرين تلاتين ويعني ايه تنمية مستدامة ويعني ايه على الاقتصاد الاخضر او الاخضر بشكل عنه فاصل سريع ونرجع تاني زي ما شفنا في التقرير مصر بتتحضر اخضر حاجات كتيرة بنسمعها عن بلدنا وبنسمع كمان التنمية المستدامة وخطة عشرين تلاتين وازاي بلدنا هتكون فيه عشرين تلاتين بتتحضر اخضر كلام كتير جداً عايزين نعرف عنه اكتر وكمان فيه زلة غيرات المناخية والتحديات اللي ممكن بتواجه العالم كله وعلشان يقدر يصل الى الاهداف اللي هم عايزين يحققوها في السنوات القادمة هنتكلم عن الموضوع اكتر ونفهم يعني ايه تنمية مستدامة ويعني ايه بنتحضر اخضر وده من خلال لقاءنا مع ضفنا اللي مينورنا في الاستوديو دكتور فوزي يونس استاذ وباحث بمركز بحوث السحراء اهلا بك معنا دكتور اهلا وسهلا يا فندم واهلا للبرنامج واشكركم جداً على اختيار الموضوع لانه فعلا موضوع الساعة دكتور يعني خلينا نتكلم نشرح الاول يعني ايه التنمية المستدامة الكلمة دي وبعد كده نسأل كل اللي هم عايزين التنمية المستدامة بمعنى مبوسط هي عبارة عن احداث التنمية في ثلاث محاور اساسية المحور المرتبط بالبيئة والنحة الاقتصادية والمحور المرتبط بالعنصر البشري لانه طبعاً موضوع التنمية المستدامة موضوع مستحدث استحادثت الأمم المتحدة عن طريق المحاور أو الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة أنه في مجملهم حوالي 17 هدف وال17 هدف دلت في مجملهم جميع مناح الحياة المتعلقة بالتنمية والتنمية في الفترة السابقة لمرحلة دي كان في بعض الأحيان بيحصل استنزاف لبعض الموارد عن طريق الاستخدام الجائر للمورد إنما مع استحداث مصطلح التنمية المستدامة بقى فيه توازن في الاستخدام عن طريق طبعاً زي ما اتكلمنا المحور الخاص بالبيئة والمحور الخاص بالاقتصاد والمحور الخاص بالعنصر البشري والاستخدام الآمن للموارد طب دكتور يعني إيه مصر بتتحدث للأخضر؟ يعني ده عنوان المبادرة عزين نعرف يعني إيه؟ هو حضرتك الموضوع المرتبط بالتحضر للأخضر أو التحول للاقتصاد الأخضر ده عبارة عن موضوع استحدثته للبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويعني الاهتمام بكل العناصر والموارد المتعلقة بالتنمية المستدامة سواء عناصر المياه أو عناصر أرضية أو عنصر بشري أو عنصر ثقافي بما فيهم العنصر الإنساني كل هذه العناصر فيه مجملها إنما بعض الأحيان بيكتصر النظرة إلى عنصر التحدث للأخضر في عملية مثلا زرع شجرة ده حاجة من ضمن الموارد أو حاجة من ضمن العناصر اللي ممكن اتجه لها لتنميتها إنما مجمل العناصر معها بعدها في التنمية ده كل ده عبارة عن التحدث للأخضر أو التحول لحو الاقتصاد الأخضر دكتور إحنا بقالنا فترة عاملين بنسمع بعض المصطلحات ظهرت قدامنا كتير وبتتردد قدامنا التنمية المستدامة التغيير المناخي الاحتباس الحراري التحضر للأخضر كلام كده بتدى يعلق معنا وابتدين نفكر فيه جامد جدا خصوصا إن إحنا عاملين أجندة كبيرة جدا لـ 20-30 عشان خاطر نقدر إن إحنا نعمل تنمية مستدامة بشكل كبير زي ما حاجة ما شرحت يعني إيه بقى نرجع شوية كده لكلمة الاحتباس الحراري عايزين نشرح الجلمة الاحتباس الحراري طبعا هو عبارة عن زيادة في تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وغازات الاحتباس الحراري ديت عبارة عن عدد من الغازات اللي بيتم انبعثها في الغلاف الجوي والغازات ديت طبعا عشان يبقى المشاهدين يعني يفهم الموضوع هي عبارة عن مجموعة من الغازات منساني أكسيد الكربون والميسان وأكسيد نوتروز ودي أهم الغازات السلاسة المرتبطين بغازات الاحتباس الحراري لو سألنا نفسنا مثلا هل الغازات دي ضرة على الإطلاق؟ لا مش ضرة هي ضرة لو ذات الحد بتاعها في الغلاف الجوي عن الحد المسموح به ليه بقى؟ لأن طبعا كوكب الأرض احنا عارفينه طبعا هو في الأصل كوكب بارد واستمد الطاقة من الشمس عملية الحفاظ على درجة الحرارة في الغلاف الجوي داخل الكرة الأرضية بيرجع في الأساس إلى غازات الاحتباس الحراري إنما هذه الغازات نتيجة للتقدم الصناعي والاستخدام الوقود الإحفوري واستخدام الفحم في عصر التقدم الصناعي من منتصف الكرن العشرين حتى الآن واستخدام متزايد في عملية الصناعة أدى إلى زيادة تركيزات هذه الغازات في الغلاف الجوي عن الحد المسموح به بمعنى أن الغازات دي لها حد مسموح به اللي هو بيعمل عملية توازن ما بين الانبعاثات والانتصاص من خلال الغابات الموجودة في الكرة الأرضية وخاصة طبعا أن تزامن مع عصر التقدم الصناعي في إزالة لبعض الغابات وتحول من مناطق الفورست الغابات إلى مناطق زراعية لمثلا الإمداد بالمواد الغذائية واستخدام الأخشاب وغيرها من الأشياء لكن دلوقتي احنا بنعود إلى الطبيعة تاني بنزرع عكبات تاني وبنزرع أخضر لأن طبعا تعد الغابات في هي رئة العالم لأنها تمتص الخارج من هذه الغازات وبتعمل توازن أكوليبرا بالنسبة لهذه الغازات في الغلاف الجوي للحد الذي يسمح بعدم تزايد درجة الحرارة عن الحد المسموح به طب الوعي بالنسبة للناس يعني الناس إزاي تحافظ على البيئة إحنا بقالنا سنوات عديدة بنقول للناس لازم نحافظ على البيئة لكن دلوقتي أحسن إحنا كلما بيعدي علينا زمن التحديات بتزيد فإزاي نزود الوعي عند الناس هو طبعا لابد طبعا عشان الناس تعي أو يبقى فيها عندها وعي لابد النهاردة بقدر الإمكان يعني نرصد للمخاطر والتحديات ويكون فيه شفافية في العرض بدون تهويل أو تهوين بمعنى النهاردة فيه اتفاقيات دولية تناولت موضوع الغازات الاحتباس الحراري عن طريق التغير المناخي وكان أهمها طبعا موضوع التغير المناخي مؤتمر باريس مؤتمر هذا عقد في 2015 وكان أهم محور في مؤتمر باريس 2015 الحفاظ لعدم تزايد درجة الحرارة عن 1.5 درجة مقوية ليه بقى 1.5 درجة مقوية؟ لأن خلال الدراسات المرتبطة ومتعلقة بالتغيرات المناخية ميقدرش يعمل دراسات إلا من خلال نظام نمازج أو سيناريوهات النمازج والسيناريوهات دي بيتدخل كل مناح الحياة متعلقة بكل مصادر سواء كانت طبيعية أو مصادر مرتبطة بالغذاء أو أي مصادر موجودة وتم دراسة تغير في حالة ارتفاع درجة الحرارة نص درجة مقوية ودرجة مقوية واحد ونص درجة مقوية وتصل إلى 5 أو 7 درجة مقوية ومن خلال هذه الدراسات والنمازج يمكن الوصول إلى بعض التوصيات والنتائج اللي من خلالها أقدر أشوف الوضع هيحصل إيه فاتضح من خلال هذه الدراسات أن درجة الحرارة لو ارتفعت زيادة عن درجة واحد ونص درجة مقوية بيكون فيه تأثير كاريسي بمعنى النهاردة فيه حد معين ممكن أصل ليه ممكن أعمل فيدباك العودة للخلف للوضع الطبيعي إنما لو أنا وصلت لقدر الله لحالة المرحلة بعد أعلى من كده بيقى فيه تقدم لمشا قدر أرجع فبالتبعية النهاردة جي مؤتمر باريس في 2015 من خلال اجتماع قادة العالم حوالي 193 دولة في الوقت ده وقعوا ليه إن العمل على عدم السماح لدرجة الحرارة أن تزيد عن درجة ونص درجة مقاوية على أسوأ الفروض لأنه ممكن أقلي عن كده إنما مزيدش عن كده وده اللي جي بعد كده فيه ما يسمى مؤتمر الأطراف وارتبط بعد كده بالإبلاغات الوطنية للدول وكان فيه بعض الدول المرتبطة بالجزئة دي اللي هي الدول الصناعية الكبرى اللي هي كات الصين والأوليات المتحدة الأمريكية طبعا لما جيه النهاردة درس موضوع درجة ونص درجة مقاوية ده فلابد النهاردة يعمل تراجع فيه استخدامات الوقود واستخدامات البترول وده متعلق بالتقدم الصناعي فكان يبقى فيه إشكالية في هذه الدول فبدأ بعد كده ما يسمى بسوق الكربون طيب دكتور يعني اللي بيشغل العالم حاليا إزاي إن هو يقدر يستفيد من كل موارد الكرة الأرضية من غير ما يؤذيها من غير ما يتسبب في كوارث لها وعايزين منتكلم عن حاجة اسمها الاقتصاد الأخضر إزاي يقدر استفيد وما درش بالنسبة لموضوع الاقتصاد الأخضر ده يعتبر مكمل للتنمية المستدامة وليس بديل لله لأن بعض الأحيان الناس بتنزل الاقتصاد الأخضر كمصطلح جديد استحدثته لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه هو بديل للتنمية المستدامة إنما هو بيكمل للتنمية المستدامة التنمية المستدامة كانت تقوم على ثلاث محاور أساسية المحور المرتبط بالبيئة والمحور المرتبط بالعنصر البشري والمحور المرتبط بالاقتصاد جاء موضوع الاقتصاد الأخضر ودخل عنصر الإدارة أو المانيجمنت على أساس أعمل المانيجمنت للعناصر دي ما تركش العناصر دي متدخلة مع بعضها أحد العناصر يضغى على الآخر على حسب طبعا طبيعة البلد إلى آخره عايزة بس ألفة النظر طبعا أجيب موضوع التنمية المستدامة طبعا بدأت من بداية الألفية بداية 2000 جاءت الأمم المتحدة حطت أهداف إنمائية كانت في الوقت ده حبارة عن سبع أهداف إنمائية في ألفين تطور الموضوع دي إلى سبعتاشر هدف في صياغة الهداف الإنمية للأمم المتحدة الأمم السبعتاشر هدف دولة 2015 وتم العمل عليهم وكل دول العالم تبنت هذه الأهداف لأن الهداف دي بتغطي كل المناحي المتعلقة بالتنمية وطبعا من ضمنها مصر طبعا وتحطت لها برنامج زمني أو أجنتة زمنية اللي هي 2030 و2050 وبالنسبة لأفريقيا 2063 وفيه بردك وصل لبقية 200 كل هذه عبارة عن مراحل زمنية أو أجنتة زمنية لتنفيذ هذه الأهداف والعمل عليها إنما النهاردة لما أجي بنظر النهاردة للاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر ده طبعا يعني مهم جدا لأنه بردك بيعمل على عنصر اللي هو تعزيز القدرات البيئية بمعنى النهاردة اللي أنا عايز أرجع للخلف تاني النهاردة فيه غابات زي الأمازول في البرازيل وغيرها كان فترة من فترات كان فيه تقطيع لهذه الغابات وإزالتها وتحولها إلى أراضي الزراعية إنما مع الدراسات والنماذج الإحصائية والمتعلقة بالدراسات المرتبطة بالتغيرات المناخية ويعني زي ما أقوله كده الأضرار الناتجي عن كده بدأ العودة للخلف فبدأ النهاردة بدأ التوقف وبدأ النهاردة إزاي النهاردة استخدم استخدام أمسل وكيمة مدافع للعنصر على المقابل طبعا في الاتحاد الأوروبي مثلا بدأ يحول أراضي من الزراعية لفورست الغابات عشان يعمل عملية التوازن باعتبار طبعا هذه الغابات تعد كريئة للعالم لاستخدام الانتصاص واحتجاز الزائد من ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري وتحولها إلى طاقة حيوية وبالتالي النهاردة العمل على إحفاظ على درجة الحرارة للحد المسموح به اللي هو ما يأثرش على الكائنات الحية في الكرة الأرضية أو يأثر على التنوع البيولوجي اللي أنا فهمت من حدثك إن مصر محتوط له أجندة وفيه زي بروجرام أو خطة هي حطاها للوصول إلى الأهداف الموضوع علشان نوصل لـ 20-30 حالتك شايف إحنا بقى في الوقت الحالي وصلين لإيه يعني هل هنقدر نوصل لـ 20-30 محققين كل البنود اللي موجودة في الأجندة الخاصة بمصر إحنا مبدئيا يعني السؤال ده يقدر يجاوب عليه أي حد في الشارع حتى من خلال طبعا القيادة السياسية والشغل اللي هو بيتم على الأرض الواقع المتعلق بكل حاجة مرتبط طبعا بالطاقة مرتبط بالزراعة مرتبط بالمحميات وكل هذه العوامل والدراسات المتعلقة والعمل على تنميتها أكتر والنهاردة التحول كل ده إلى أجندة وملفات والعمل على السباح تاشر هدف في مجملهم لأن النهاردة ما أقدرش النهاردة أعمل عملية تنمية 20-30 عن طريق تناول عدد معين من الأهداف وإهمال الآخر لما نحن هنا في مصر شغالوا كله بالتوائف لو نظرنا للسباح تاشر هدف اللي هي أنا أحاول بردك أحصرهم على السري هي القضاء على الفكر والقضاء على الجوع والتعليم الجيد والمياه النظيفة والتعليق والصحة والعمل المناخي اللي هو المتعلق بالتغيرات المناخية والحياة في البر والحياة في المياه تحت المياه والشراكة والمؤسسات القوية والنمو الاقتصادي كل ده السباح تاشر هدف دولار أساسهم طبعا بهدف إلى التنمية المتكاملة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر اللي هو المصطلح الحديث اللي بتناول هذه الأمور سهيل أعتقد يعني مش محتاجين نحن نقول إن إحنا قطع نشوت كبير جدا في السبعتاشر بند اللي حيك قلت عليهم من غير دلوقتي إحنا شايفينه بعنين يعني في الشارع حتى الدنيا بين عايز برضو أشير لحاجة مهمة جدا إن وعي الشعب المصري للتغيرات المناخية واللي حاصل وزيادة انتمائه للبلد بشكل كبير فترة يعني الناس بتركز يعني مثلا لو لو أحد لأ حاجة مرمية في الأرض بروح يشيلها لو واحد مش عايف شايف حد بعربيته مثلا بتطلع دخان من وراء بيدفت نظر وقول له بعد إذن حضرتك عشان أنا أقدر عيش في أكسيجين ديف بعد إذن هكريت تعمل شايف يعني دور المواطن هكي شايفه إزاي بجوار دور الدولة موضوع طبعا العادم والكلام ده هلفت هكت راكم بسيط كده أنا هيوضح الموضوع واحد لتر من نسبة للبنزيم لو استخدم في العربية بيطلع مايوازي 2.5 كيلو جرام سانيوكسيد كربون في الغلاف الجو ده كتير قوي عدد العربيات و عدد الساعات اللي احنا بأضياف فبنا نعمل احنا 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 التلاتة مثلا في الموضوع ده احنا النهاردة جييني الشغل مع بعض طب أنا النهاردة أنا قريب للمكان العمل ممكن نأخذ المكان العمل ماشي أوفر العربية طيب أنا محتاج العربية لإني في مسافة ممكن نرتب مع بعض الرحلة مع بعض رحلة جماعية طيب في مواصلات جماعية مريحة طيب ممكن منوفر العربية التلاتة خالص وناخد مواصلة جماعية ويبقى الوقت ده ناخده مع بعض في إيه في حوار نقلل من عدد العربيات يعني طمام وده بنعكس طبعا عن طريق على حساب البصمة الكربونية يعني ايه بقى؟ أنا لسه كنت جاهل حالتك في المصطلح ده يعني ايه البصمة الكربونية؟ البصمة الكربونية ديت عدد وحدات سانوكسيد الكربون اللي بتخرج عن استخدام الفرض أو استخدام المؤسسي أو الدولة اللي هو الإبلاغ الوطني وبيتم طبعا ده حسابه على مدة زمنية اللي هي سنة طيب 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 هو الأسف في الوقت تجري بسرعة واحنا لازم نختم عشان نهران لبرامج تانية احنا يعني فهمنا يعني ايه تلمية مستدامة وعرفنا يعني ايه البصمة الكربونية وبعض المصطلحات اللي احنا كنا بنسمحها بنشو حاجة شكرا جزينا على توضيح هذه الأمور ودائما ما حاجة تكون معنا وتكلمنا أكتر عن هذا الموضوع شكرا لحضرتك يا فندم وانا سعيد جدا بالتحول للصبح النهاردة من خلال الحلقة الأولى اللي هو الحضارة التاريخية وبعدين انتقلنا في الحلقة التانية الى الحضارة الإيكولوجية وطبعا ده جهد ومميز جدا لأعضاء الفريق البرنامج وبنشكركم طبعا على الاهتمام بالقضايا البيئية المعصرة شكرا جزينا شكرا جزينا حلقتنا بسرعة خلصت بنتمانى تكون الفقرات كانت مفيدة بكرة ان شاء الله أسرة جديدة ومصر جميلة تابعونا داين